يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم بليون ومائتين وستة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم تسعمائة وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وستون شخص